نبتدي بكرة اليد سيدات كرة اليد سيدات لعبوا تلك جولات فقط في الدوري العام أو دوري كرة اليد سيدات أول جولة كانت مسموحة ولم نوفق فيها الجولة الثانية كانت مع نادي الزمالك وفزنة فرق 12 هدف والجولة الثالثة كانت مع المعادي الجولة اللي جاية ان شاء الله الرابع هكون مع الطيران طبعا الماضي هيكون السبت اللي جاي الساعة 6 على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر نادي الأهلي بالجزيرة طبعا بيقود الفريق كابتن محمد عادي الزولة والفريق هيفتقط لكابتن فريق كابتن ناصر عيد عبد الملك واللي تصابت في إيديها في مطش المعادي اللي فات ومنولها ألف مليون سلامة الحقيقة يعني نتمنى لها الشفاء العاجل وهنحاول نعرف طبعا صابت الصبع يعني الدنيا فيها إيه هل احتاجت جبيرة هل هي مجرد راحة إن شاء الله هنعرف التفاصيل وهنحاول نعرف من ناصر ونتطمن عليها زي ما قلت لحضراتكم في رقيتنا حتى الآن لعبة 3 مطشات خسرت مباراة خارج الملاعب أو خارج النادي الأهلي في سموحة في اسكندرية ولكن مباراةين التاني فوزناهم وكان منهم مباراة نادي الزمالك طبعا الدوري عبارة عن أو الدوري السيدات عبارة عن 18 فريق هلعبوا رايح أو دوري من دور واحد يعني رايح مش رايح جاي رايح بس وبعد كده هيتخذ الستة اللي فوق يلعبوا السوبر يعني نفس نظام الدوري السنة اللي فاتت طبعا هيبقى فيه تفاوت في الدور الأولاني ده فيه المستوى رهيب هتلاقي فيه مطشات بتخلص فرق هدف واثنين وفيه مطشات بتخلص فرق كبير جدا وهو ده اللي احنا قلناه أنه فيه فروق المستوى كبير ولازم يقعد نظرة مرة أخرى في نظام الدوري للسيدات لازم يحصل تأسيم للدوري في حد ذاته إلى مجموعتين على حسب القوة أو الشدة الطائرة عامل كده الطائرة دلوقتي يبقى فيه أربع مجموعات في البداية عشان تبقى دائماً المطشات قريبة من بعضها انما الحقيقة ما بقاش فيه وجه استفاد أبداً لما يخلص المبارف كرة اليد فرق 30 هدف ما فيش استفادة لكل الفرقية نتمنى تاني من اتحاد أو لجنة مسابقات تتحق كرة اليد النظر في نظام مسابقات السيدات عشان ما يحصلش يعني ما بقاش فيه مجهود على الفاضي بيبذل فيه الدوري ولكن يكون زي ما بيقوله الجودة وليس الكم مش مهم كم المطشات ولكن جودة المطشات اللي بتتلع